الحمد لله الحمد لله ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أمه لبابة بنت الحارس أخت ميمونة بنت الحارس أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارس أم المؤمنين خالته سنرى هذا الكلام في الحديث طيب متى ولد وأين ولد ولد في مكة في شعب بني هاشم أيام حصار قريش لما حصل النبي ومن سنده في شعب بني هاشم فولد قبل الهجرة بثلاث سنوات أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه فيعني كان ريق نبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى جوفه أما عن صفته قالوا كان رجلا وسيما جميلا أبيض طويل صبيح الوجه مهيب جدا له مهابة سيدنا عصاء يقول ما رأيت القمر ليلة أربعة أربعة عشرة ما رأيت القمر ليلة أربعة عشرة إلا ذكرت وجه ابن عباس ماذا الجمال والنور اللي في وجه عبد الله ابن عباس يقول ما رأيت القمر ليلة أربعة عشرة إلا ذكرت ابن عباس وسيدنا مسروق يقول كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس إذا رأيت عبدالله ابن عباس قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت أعلم الناس يا سلام يعني جمع الحسن في الجمال والحسن في الخلق والحسن في العلم والحسن في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه كان حريص جدا جدا منذ صغره على طلب العلم حتى أن أباه يعني قل له اذهب ونم عند خالتك ميمونة في ليت نفسه سلم عشان ليترى النبي في بيته وتتشبه به فبات ليلة عند خالته ميمونة في بيت سد نفسه سلم ويعني نفسه سلم يعني استيقظ من النوم فوجد ماء الوضوء جاهز وكذا فقال من أعد هذا الماء قالت ابن عباس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المباركة لعلها سبب في أنه أصبح العالم الحضر للحضر الأمة ترجونا القرآن دعا له النفسه سلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قام النبي يصلي فقام يصلي بجوان نفسه سلم فنفسه سلم جعله بحزائه يعني مساوي له فتأخر عنه قليلا اللهم صلى الله عليه وسلم بعد ما خل الصلاة بقول له ما لك يعني أجعلك حزائي يعني بجنبي بجوار على طول تتأخر عني يقول ما ينبغي لأحد أن يساويك وأنت رسول الله 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 لكن لسه عمره حوالي عشر سنوات ولا اتناشر سنة كان صغير السن جدا لكن عنده ذكاء وفطنة ونباهم نفسه الله سلم كان يعني يقربه منه ويردفه خلفه ومرة كان خلفه على حمار وقال له نفسه سلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت مسأل الله ويستعنت مساعد بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضربوك بشيء لن يضربوك إلا بشيء قد كتباه الله عليك رفعة الأقلام وجفعة الصحف يعني كن واسقا في الله عز وجل وكن عزيزا النفس قلنا أنه كان حريص جدا على تحصيل العالم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو في فترة النفس عمره موجود ملازم نبي وتعلم النبي وروح بيئة النبي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو كان عمره قبل الهجرة بتلس سنين سيد النبي عاش في المدينة كم سنة عشر سنوات يبقى سيد النبي التوفي عبدالله بن عباس عنده تلاتحس سنة يعني أقول إعدادي أنا عايز يا شباب تاخدوا بلكم من الأرقام دي سن أولى عدد النهاردة فبقول لما توفي نبي صلى الله عليه وسلم قلت صاحب لي هيا نسأله عن حديث نبي صلى الله عليه وسلم ونجمع الحديث وقال عجم لك يا ابن عباس يعني شايفوا أنه عيد صويرين أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمي وعلمك وفيهم أبو بكر وعمر وكذا وكذا يقول فتركته وأخذ هو يسأل يطلب الحديث هناك ويكتب ويحصل العلم يقول حتى كابرت وصلت بقى في المجلس والناس تأتيني وتستبتيني فالصاحب ابتع زماند يقول إيه هذا الفتى كان أعقل مني فكان رضي الله عنه أرضاه شريد الحرص جدا جدا على تحصيل العلم حتى لما سؤل أنت إزاي حصلت العلم ده كله يعني إيه مؤهلاتك في أنك حبل الأمة ترجمنا القرآن إمام التفسير إلى غير ذلك قال بلسان سؤول وقلب عقول بلسان سؤول وقلب عقول اللسان بيسأل حاجة مش عارف أسأل أسأل فالسؤال نصف العلم يقول بلسان سؤول وقلب عقول قلب يعي ما يسمع ويستوعب بهذين أدركت هذا العلم وبجهده وتحصيله بعد فضل الله وبدعوة النبي اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل يعني إذا مثلا لبيت زيد بن سابت أو غيره من الصحابة يعني تسفوه الريح في شدة حر المدينة والجوة هكذا وبعدين يعني عشان ينتظروا وخرج للصلاة فيقولوا إيه يعني يسألوا عن حديث يقول يعني هل لا يعني أرسلت أليه أتيك يا ابن عم رسول الله يقول لا أنت أحق إيه أن أتيك حتى كان سيدنا عمر يدخله مع الشيخ بدر يعني زي مجلس الشورى كده اللي فيه كبار الشخصيات وكبار الصعابة يستشيروا في مشاكل الأمة فكان سيدنا عمر يعرف له قدرة ويدخنوا مع إيه مع أهل مدردون فكأن بعض الناس وجد في نفسه قالوا يعني عمر يدخل عين هذا الفتى وعندنا أولاد أسن منهم وكنا جدنا أولاد نبأ فسيدنا عمر أراد أن يعرفهم بقدر مين عبد الله بن عباس في مجلس كده في المرة فسأل سؤال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقولون في دي الله فبالصورة محفوظة فقالوا يعني يعني الله عز وجل قل نبيه إذا نصرك الله وفتح الله عليك مكة سبع بحمد ربك واستغفره وكذا وكذا معنى إيه الظهر للصورة القصيرة ثلث النصر وآخر ما نزل من صور القرآن ما تقول يا ابن عباس قال لا أنا أقول غير ذلك ما تقول يا ابن عباس إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس قول له في دي الله أفواجه سبع بحمد ربك استغفره على الرحيل عن الدنيا أنت أتيت لتنشر الإسلام فانتشر الإسلام نصرك الله فتح الله عليك مكة دخل الناس في دين الله أفواجه يبقى أديت المهمة أديت الأمانة وبلغت الرسالة انتظر بقى الرحيل عن الدنيا سيدنا عمر قال والله ما كنا نعلم منها إلا ما يعلم إيه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه من ساعة علمه كان يقول يجلس يوما لا يتكلم إلا في التفسير ويجلس يوم أن يتكلم إلا مثلا في المغازي يتكلم يوم في الفقه يتكلم يوم في أيام العرب فكان يعني واسع علم جدا لعنى ليختم بهذا المثال العظيم شوف رغم هذا العلم وأنه من آل بيت النبسى صلى وابن عم النبي وكذا وكذا لكن زيد ابن سابت هذا كان شيخه كان أستاذه فكان في جنازة مرة فسيدنا زيد كان عنده دابة وأراد أن يركبها فسيدنا عبد الله بن عباس هذا العالم العظيم هذا ابن عم النبي يمسك بركاب الادابة عشان زيد ابن سابت يركب يقول نح يدك ابن عم رسول الله قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا أنت أنت شيخي أنت أستاذي الأستاذ لا بدي أن يحترم الأستاذ لا بدي أن يكون له وقار وله تقدير مهما كنت أنا فلان ولا ابن فلان ولا كذا وكذا قال نح يدك ابن عم رسول الله قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا قال ناوله يده فقبل زيد يد عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم أدب من الطرفين من الشيخ من الأستاذ من العالم ومن المتعلم هكذا يجب أن يكون وهكذا يا شباب يجب أن نحرص على تحصيل العلم الشرعي ويكون عندنا همة في زمن يعني قل فيه من يحرص على مجالس العلم سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه توفي في الطائف سنة 68 هجرية وكان عنده حوالي 70 سنة أو 71 سنة وصلى عليه محمد ابن الحنفية له ابن سيدنا علي بن أبي الطالب رضي الله عنه جميع وهكذا انتهت رحلته في الحياة بعد أن أدى خدمات جليلة وعلم نشر علما كثيرا للإسلام والمسلمين رضي الله عن عبد الله ابن عباس وعن الصحابة الكرام وجمعنا بهم في جنات النعيم اللهم أمين شكرا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة